تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سيلفيسبورد بدي أتكلم بشكل سريع بعد ما توتنهام سحق يونايتد بسداسية شو استفاد مورينيو؟ تتذكروا قبل فترة عملت فيديو وقلت أنه هذه الفرصة الأخيرة لمورينيو توتنهام هو الفرصة الأخيرة لازم يطلع بشكل رياضي جيد وبشكل مهني جيد من حيث علاقته مع الإدارة ومع اللاعبين عكس اللي صار مع يونايتد يوم أمس المباراة كانت جدا مهمة كمفترق ذهني معنوي نفسي لجوزيا مورينيو كان الرجل عنده شبع عقدي من لامبرد اتخلص منها قبل أيام هزم الآن في المباراة الثانية مع سلشاير مع يونايتد عم يسحقهم بسداسية والرجل طلع وضح يقول لك آه الطرد أكيد سهل المباراة علينا بس احنا كنا فايزين اثنين واحد قبل الطرد مورينيو الآن اللي كان محتاجه مع توتنهام كمرحلة أولى التشكيلة تقريبا اكتملت مع رجاليون مع حل بعض المشاكل التشكيلة اكتملت أصبح تشكيلة مقبولة للتوب فور بس كان محتاج الثقة بينه وبين اللاعبين الثقة بينه وبين جمهور توتنهام الثقة بينه وبين إدارة توتنهام الآن هو فعليا خرج ليقول أنه أنا في يونايتد لما قلت لكم أنه إنجازي الأكبر كان في يونايتد أنا كنت صادق شفته شو بعمل فيهم هزمتهم ستة شوفوا الفريق بينهار فجأة بفقد سيطر عليه أي مدرب فجأة لأن الفريق لسه بعيد من حيث الجودة عن اسم مع يونايتد هم اللي مبارح أعطوه هذه الدفعة المعنوية أعطوه دفعة الثقة لما يتكلم مع هاركين مع هيونغ مع أي لاعب إحنا فزنا مع بعض على يونايتد بستة واحد الحقنا بيونايتد أكبر هزيمة في التاريخ بين توتنهام ويونايتد بالنسبة لانتصارات توتنهام يعني الرحة كبيرة الفريق حيكون بدأ يوثق بمورينيو الآن على مورينيو أن يحفظ على هذه الثقة خطوة كبيرة بس مش حاسمة استفاد كثير يوم أمس زي ما استفاد بإخراج تشيلسي والتفوق على مورينيو كلها إيجابيات لمورينيو في رسائل معنوية كثيرة عم توصلوا المهم يحافظ عليها بدعوكم تشتركوا بخناة شبس بورت تشتركوا في القناة بخناة شكرا اشتركوا في القناة